طبعاً هيموتوني دلواتي عمالة تسأليه مستفردة بيه؟ مش حدفة إيه؟ بتقولهم خلاص حطوا الفيديو شايف مين خليفتك في الدور المصري؟ لمسك بتعمل إيه بعد ما حققت كل الإنجازات مع ليفربون؟ اللي انت بتعمله علشان محافظ على اليكتك كده؟ لو جالك عرض من برسلونة ولا الريال مدريد تقبل عرض من فمين فيه؟ هل بعد اعتزالك للكورة هتدرب؟ ولا هتبقى محلل؟ ولا هتعمل إيه بالظبط؟ إيه رأيك في الألعاب التانية شايفها إزاي من منظور محمد صلح؟ الرياش اللي انت عملتها دي أنا عايز أعرف السرر وعايز أعرف السرر لأن صعبة جداً ميزة بينك وبين الله لكي يحبك كل هذا الخرق هل ممكن يلعب لأي فريق في مصر بعد ما يرجع من أوروبا؟ ليه مستواج في ليبر بول أعلى من المنتخد إزاي عرف السرر إن هو إيه بينه وبين والده وإحنا نفسينا كأن أولادنا تطلع زيه وأحب وصله رسالة إن هو يدعمنا إن شاء الله في البطولات اللي جاية وبصراحة أتمنى إن أنا أشوفه يا كابتن محمد صلاح أنا أريد أن أعزموك على أكلة حلوة هنا وإن ملوك شاوتنا وتشرفنا هنا ممكن ترد على اللي بيقولك رياش؟ سؤال سؤال رياش ممكن؟ ده مدرب جيم اللي بيقولي بتعملها إزاي؟ فهو أكيد هو عضرة مني يعني بسأل مصمراً كتير عم مثلاً في الجيم يعني لا إنت بس شطر قوي فيها الحتة دي طبعاً لا مش فهمه بسمعها السيكس باك؟ آه حلوة أول سيكس باك بس هو يوصل للعضرة اللي هنا بس يعني آه عند الحاجات كويسة عايزة تمرين مخصوص ولا إيه؟ الثتابس والحديد؟ آه شوية آه شوية الثتابس والحديد ولا إيه؟ لا بيبقى شوية اللي هو زي العقلة شوية تمرين زي العقلة وفيه تمرين لوقت دراعات برضو في كذا تمرين ليها يعني صايد بلانكت وحاجات كده هل إنت ممكن تتمرن لدرجة إنه عضلة ممكن تزيد عن المطلوب؟ كنت، كنت متمرن كتير أو بعدين أنا ولت الحقيقة أنا من نوع اللي بيقعد يفكر ويقعد مع نفسه ويشوفه ويعمل صح ولا غلط بس و أنا أصغر كنت أبتمرن كتير كتير أوي مع الوقت بتبداي خلاص أنا تعلمت ده وعرفت ده وده تاكل دلوقتي كويس ده يشتغل دلوقتي كويس ده ما اشتغلش ده أحسن دلوقتي كده بس و أنا صغير كنت ممكن آه بس دلوقتي بدأت بنسبة كبيرة يعني ما قدر شهر 100% بس بنسبة كبيرة بدأت بس أفهم شوية جسمي يعني طيب فيهم حد بيقول إنه ليه مستواك في المنتخب أقل من مستواك في الليبربول؟ ده رأيه حقيقي ولا مبالغ فيه؟ ده مش مظبوط لأن أركامها منتخب كبيرة عن أي حد سواء تقريباً الجيل القديم أو الجديد أنا تقريباً تنهده في مصر في التاريخ يعني و أنت برضو لازم يعني أحدهم يسأل سؤال أه لا لا عشان هو بسنا السؤال عشان تقريباً سمعوا أو حاجة بس لا ما أفتكرش أن كلام مظبوط يعني فيهم سؤال بيقول لك الرياضات الأخرى مثلاً البرا أوليمبيكس مثلاً بتتبعها؟ أنا بتتبعها طبعاً بتتبعها وبكتب للناس الأبطال اللي عندنا العدد المهول من الأبطال أبكتب للناس كل بطولة كل بطولة الناس بكتب لهم عشان أدعامهم بحس أنه هو جزء مش واجب عليها بس جزء إن أنا ممكن صوتي مسموة شوية بالنسبة للناس فعرف الناس أكتر أنه لهم أبطال وهم ممكن يكونوا ما أعرفش بيفتخروا بحاجة زي كان جداً يا نهرب يد ما أعرفش يا راجل بحس أن أنا كدعم من أنا كصلاح ما بستناش حد يكتب لي حاجة أنه هو أن أنا كتبت أو حاجة أنا بكتب حاجة اللي أنا حساسة بعمل لها حاجة أنا حساسة وخلاص غير كده مش فرق معها حاجة أنا شرفني منهم عدد رائع الحقيقة من الأبطال بجد مصر دلوقتي بقى فيها كمية أبطال في الأوليمبيكس وفي رياضات كتير طبعاً طبعاً بيك رامي وبطلة التنس العالمية مايار شريف مايار شريف أنتو تعرفوا بعد صح؟ هي جريت يعني رائعة مايار أنها تامن حاجة كبنت لا حالة كويسة أوي تويتت محمد صلاح ليكي مثلاً فرقت معاكي كتير قوي مع أنك أنت عندك سابورترز وعندك رول مودلز مكوناهم لنفسك يعني قدوات مكوناهم لنفسك فرقت معاكي في إيه؟ طبعاً بالنسبة لي السابويتت محمد صلاح هذه كانت بالنسبة لي خيالية يعني مهمة جداً لأن محمد صلاح قدر يكسر الحاجز الذي هو أول لعيب مصري أو أول حد يوصل للمكانة اللي هو فيها فبالنسبة لي دي حاجة بتتحقق برضو ونفسي أسأله أسئلة كتير عنها وأتكلم معاه وأنا نفسي أوصل طبعاً لبوزيشن اللي هو فيه اللي هو أكون من أحسن اللعيبة في العالم في الرياضة اللي أنا أبلعبها وفي نفس الوقت أكون مصرية وشي لعالم بلدي وأقول للعيبة المصريين أهو، لأ أنتوا تقدروا قدرني يا دونيا نعيشه أحلامنا يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا صبرين أوي وردين نشيين ومش خايفين نتعب ومال ومهما يمصفنا ولا مستحيل ولا صعب حيحفنا لمين حملنا لله طلبين ستروها يردا